كعادة مايكروسوفت دايما في السنة بتنزلنا تحديثين كبار للويندوز واحد في النص الاول والتاني في النص التاني انا مش عارف يعني يا حماد هلال موصوط اوي بعد المقدمة الجاملة دي المهم بالتحديثين دول احنا متعودين ان بيكون فيه مميزات ضخمة ومميزات كتير بتضيفها مايكروسوفت لنظام تشغيل ويندوز تين واللي دايما بنستعرض وبنشوف المميزات بتاعته ولكن للأسف التحديث الاول اللي كان في النص الاول السنة دي كان مايو عشرين عشرين واللي كان معروف في عشرين اتش وان فكانت التحديثات مش قد كده وللأسف برضو التحديثات اللي نشوفها مع بعض بالنسبة لي هي ما كانتش برضو تحديثات كبيرة او تحديثات جبارة يمكن ده بيرجع بقى لجائحة كورونا والوضع اللي مر به العالم كله ويبقى هل المطورين كسلوا بقى يعني معين المفروض يقعدوا في البيت ويزبطوا الدنيا ويدونوا مميزات اكتر وبتاع ولكن فعلا المميزات اللي هنشوفها هي مميزات مش كبيرة اوي وميزات متواضعة وكمان مش كلها موجودة في الاصدار اللي هيجيلك على طول لأ هتستنى برضو يبقى فيه تحديث تاني ويجيلك بعض الميزات اللي هتشوفها مع بعض فبدور راغي كتير خلونا نتعرف على الاصدار اللي معانا النهاردة واشوفكم بعد الانتر بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله هنستعرض ونشوف مع بعض اهم الميزات اللي موجودة في تحديث اكتوبر عشرين عشرين اتش اتو هنستعرض مع بعض المميزات والمواصفات دي الاول وبعد كده اقول لكم في الاخر اه للناس اللي حابة تحمل الايزو بتاعة النسخة عشرين اتش اتو ولا تستنى التحديثات وخلونا نبدأ باول تحديث معانا وهو انك هتقدر تغير او معدل التحديث بداع الشاشة سواء كانت ستين هرتز او اعلى او اقل من كده لو احبت تلعب او تغير في الاعدادات دي فمش لازم تقوم بتوصل لخيارات كتير ولكن هنا بقى موجود ضمن الاعدادات الخاصة بالشاشة وان كان برضه انا بقى تقعب شوية على بال ما اروح يعني عايز حاجة كده او نفس ان ميكروسوفت تتجمع كل الحاجات اللي بتفيد الناس اللي بتلعب او الجيمر تحطها لي في حتة واحدة زي ما بتعمل في اكس بوكس جيم بار ولكن متعودين دائما من ميكروسوفت لما بتحط ميزة كده بتفضل تقربها واحدة واحدة يعني فيها شوية كده من قبل التحديث التاني خاص بلما بتيجي تدوس على التاب وتعرض البرامج اللي شغالة عندك او النوافذ اللي انت كنت سايبها فبيفتح لك كل النوافذ كلها فيه بلوكات او مربعات صغيرة كده هتلاحظ ان الشكل هنا اختلف شوية بقى واخد شكل الفلونت ديزاين كده ويشكله بقى اشك وكمان هتلاقي اسامي التطبيقات والنوافذ موضح على كل بوكس وهتلاحظ ان ميكروسوفت هنا ضفت عدد التابس او الالسنة او الصفحات اللي انت بتفتحها جوه متصفح اتج المبني دلوقتي على كروميوم اللي بقى اسرع وبقى افضل بكتير ولا نخصص له حلقة ان شاء الله هتلاحظ اضافة كل التابات اللي موجودة لما تيجي تدوس على التاب بتفتح كل تاب او كل صفحة في النفذة لوحدها يمكن ده يجيب البعض وما يعجبش البعض عشان كده تقدر تخصصها وتقدر تحكم فيها بالاعدادات الخاصة بالمالتي تاسكنج اللي موجودة جوه اعدادات الويندوز بحيث تقلل او تزود عدد الصفحات او تمنع الموضوع ده خالص وتخلي اتج يزهر لوحده مع باقي الابليكيشنز او النوافذ اللي هي مفتوحة جوه الويندوز التحديث التالت هو انك هتقدر تروح للتطبيقات وتغير التطبيق الافتراضي لامتداد معين كان الاول كده ما تيجي تفتح القائمة بتاعت التطبيقات وتظهر الامتدادات اللي موجودة عندك لازم تسكرول وتفضل تدور عليها فكنت بتلاقي قائمة طويلة جدا لازم تدقق وتدور علي الامتداد اللي انت عاوزه بنفسك دلوقتي اضافه طبعا ميزة انك تقدر تبحث عن الامتداد اللي انت عاوزه وبالتالي تقدر تغير الابليكيشن الافتراضي اللي اشتغل به الابليك مظلم في الويندوز بقى شامل كل حاجة دلوقتي حتى السيرش بار حتى اه قائمة نفسها عرغم انك كان ممكن تقدر تعمل ده قبل كده ولكن كله بقى مدعوم دلوقتي او عبارة عن توليفة واحدة كده في القوائم اللي موجودة جوه الويندوز وده شيء بديه لانتدار كمود خلاص بقى موجود تقريبا على كل الانظمة وكل الابليكيشنز او بقى جزء اساسي دلوقتي فانواحد خلاص الحقيقة بقيت من عشاءه الميزة الخامسة هي اضافة معلومات عن كارت الشاشة او ن كارت منفصل او حتى الكارتين مع بعض ودي تقدر تشوفها من خلال المواصفات اللي موجودة عندك في الاعدادات لان قبل كده ما كانش بيعرض لك كارت الشاشة ودي حاجة كويسة بحيس انك تقدر تشوف كل المواصفات بتاعة الجهاز بتاعك او قطع جهازك الاساسية مرة واحدة لو حبيت تاخد بقى سكرينشوت او حاجة او حتى تتراف عليهم وبتمنى برضو ان ماكروسوفت تضيف تفاصيل اكتر عن اه القطع دي حيسي لوحد ما يلجأش لأي برامج خارجية وكون كل موضوع كله معتمد جوه او من الويندوز الميزة او التحديث السادس هو تغيير في اه الاوبشن او ادات ادارة الاقراس اللي ايه الديسك مانجمنت دي لما كنا بنشغلها دي معروفة من زمان شكلها التقليدي والقديم اوي دوت هنا دلوقتي بدأوا يحسنوا فيها وكمان بيضيفوا فيها اوبشنز جديدة جوه الاستوريج اللي موجودة في الاعدادات عندك فبتديلك معلومات اكتر عن الدرايفرز او الاقراس اللي انت موصلها سواء كانت اتش دي دي او اس اس دي بيعرض لك نوعها والمفروب كمان بيعرض لك الهلس بتاعتها وبيعرض لك درجة حرارتها وده برضو بيغنيك عن استخدام برامج خارجية علشان تقدر تعرف المعلومات دي والتحديث ده واللي فاتت هتلاقوه في الاصدار رقم عشرين اتنين تلاتة ستة وطبعا تقدر تعرف رقم الاصدار بتاع الويندوز بتاعك من خلال علامة السيرش اللي موجودة جنب السارت هدوس عليها وعند تكتب دابلو اي ان في اي ار اختصار ويندوز فيرجن التحديث السابع والاخير معنا هو انك لو روحت لباك جراوند المفرو كان في هنا تلات اختيارات دلوقتي بقوا اربعة هتلاقي زاد عليهم ودي الحقيقة ملهاش ملامح فميزة من الميزات المخفية اللي لسه ماكروسوفت ما كشفتش الحجاب عنها ولكن تحس ان احطتها كده بمبدأ شوق ولا تدوق اللي هو يعني ميزة هي بس لسه جاية في الطريق يعني بصراحة شايف كل او اغلب الميزات دي ميزات عادية جدا حتى موضوع الرفرش ريت لما روح اغير المعدل التحديث بتاع شاشة عندي برضو هفضل اخش في كذا حاجة فانت اوفر عليها وضفالي في اي اخت انتصار برا كده ولا حاجة فللاسف هي دي ابرز الميزات اللي موجودة او المهمة في تحديث ويندوز تين عشرين عشرين او عشرين اتش تو فللاسف الميزات انا شخصيا ما عجبتنيش حاجة منهم خالص عايز اعرف رأيك انت كمان قول لي ايه هي اكتر ميزة عجبتك ولا متطفق معي في الرأي يعني كان نفس اشوف ميزات اكتر من كده وميزات فعلا اكون متحمس لها قوي يمكن مش عارف اقول لي الحقيقة يعني حتى الميزات او الاضافات اللي بحس انها علوة مش كاملة تح ده بسبب ان المطورين كسلوا مسلا يعني يدوننا شوية ميزات كتيرة ولا ايه مع ان المفروض كورونا وشغل بقى قاعد على الكمبيوتر بقى وزبط الدنيا ومخمخ وروق الدنيا وبتاع فالحقيقة مش عارف ويبغض النظر عن النقطة دي بقى الناس اللي هتسأل على التحديث ومجلناش يا جرنوسي التحديث وزي كل مرة اجماعة لما مايكروسوفت بتنزل تحديث هي بتنزله اكتر من مليار واحد بيستخدم ويندوز تين فاستحق لانها تنزل مرة واحدة كمان علشان ي يبقى فيه تجربة مستخدم او تحس ان فيه تجربة مستخدم وبالتالي يكون فيه فيدباك برضو عن التحديثات او لو فيه عيوب تظهر وانا دايما بقول لكم ما تحدسوش اي تحديثات خاصة بالويندوز او حتى باي نظام تاني غير لما تشوفوا انطباعات الناس لان وارد يكون التحديث ده فيه بقز او فيه يعني عيوب فتقدر تشوف الملامح دي يعني استنى بتاع مثلا اسبوعين تلاتة شهر بالكتير لايت الدنيا مستقرة والله والناس بتشكر وتمام التمام وما فيش شكاوي خش يا باشا وحدس ما فيش مشكلة عامتا ان شاء الله المفروض التحديث هينزل بشكل تدريجي لكل الاجهزة كعادة مايكروسوفت على كزا او اسبوع كده هتلاقي التحديث بينزل والناس اللي مستعجلة او الناس اللي بتفارمت دايما وبتنزل الويندوز على نظافة وانا بفضل ده صراحة فلو حابب تحمل ملف الايزو الخاص بالويندوز ده هسيب لكم الربوطين للتحميل بوصل ليه ده عطول ان شاء الله ليه نواية اربعة وستين بيت ولنواية اتنين وتلاتين بيت وبكده نكون وصلا لنا نهاية الفيديو انا عارف ان ممكن تكون الميزات ما عجبتكش فما تعملش دستلايك يعني الفيديو عمتا لو عجبك نفسه اعمل لايك للفيديو دوس سبسكراب اشراك لقناة عاوزين نزيد واحد علشان نوصل للمليون ان شاء الله بنهاية السنة الوقت بيجرى جرعان وشكلنا كده مش هنوصل للمليون ولا ايه المهم مش عايزكم تنسوا ان في معانا كبوردات وحاجات كومبو بقى كده وبتاع المواسات فين المواسات ومواسات كتير قوي خاصة للناس اللي بتلع ويبقى اسعار بقى 100 جنيه 200 جنيه لحد 500 جنيه معاكم ان شاء الله هنخصص فيديوهات كتير عن المنتجات دي بازن الله قريب وبجهز لكم محتوى من النوع ده عشان الناس اللي دايما بتقول يا جرنوسي بقى هتلينا حاجات رخيصة وبتاع فكل حاجة بقت موجودة ان شاء الله فاضل بس ايه اللمسة الاخيرة ونحضر لكم فيديو وشارك معاكم التجربة قريب جدا ان شاء الله اشوفكم على خير بقى ان شاء الله الفيديو جاي كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوقار الوقار يا عم جرنوسي الوقار